الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته كتب على نفسه الرحمة وأفاض على عباده النعمة والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على المعاندين اللهم وعلى آله وسحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء أيها الأخوات الفضليات الفاضلات طيبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أرجو الله عز وجل كما جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبة في الله أشهد الله إني أحبكم في الله درسنا اليوم وحديثنا اليوم تكملة لما سبق من حديث جبريل يسأل والنبي يجيب من حديث جبريل يسأل والنبي يجيب anyone have the book his ruma should to bring the Arbaeen and Nawawiyya and open the second hadith second hadith or hadith dua Arbaeen and Nawawiyya we will recite the second hadith جبريل يسأل والنبي يجيب look like the last opposite and any opposite الحمد لله the first we will recite the hadith أخرجه إمام مسلم رحمه الله بمتنه وسنده بسنده ومتنه كاملة أخرج إمام البخاري مختصرا وأبو داود والترمذي وأحمد كذلك جزء من الحديث والذي أخرجه إمام مسلم رحمه الله بكامله متنا وسند لذلك أخترنا ما رواه إمام مسلم رحمه الله the first we will recite the hadith full متنا وسنده and then we will start to explain إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع أن كهمس أن أبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألنا عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا للمسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أن يبحثون غوامض العلم ودقائقه ويزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف فقال عبد الله بن عمر لو رأيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف ابن عمر والذي يحلف ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم ساق الحديث فقال حدثني أبي عمر بن خطاب رضي الله عنه هذا الحديث أخرجه أبد الله بن عمر وأخرجه إمام مسلم في كتابه في صحيح قال حدثني أبي عمر بن خطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدخت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها أي أخبرني عن أشراطها وعلاماتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق أي ثم ذهب جبريل عليه السلام ثم انطلق فقال يا عمر أتدري من السائل في الحديث روايات مختلفة في هذا الحديث الذي أخرجه إمام مسلم ثم انطلق فلبثت مليا أي لبثت شيئا من الزمن قيل ساعات وقيل أيام فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ رواه مسلم هذا الحديث أخرجه إمام مسلم في صحيح وأخرجه إمام النووي رحمه الله أربعين النووية هناك الثقين حديث حديث دُواء جِبْرِيلُ يَسْأَلُ وَالنَّبِيُّ يُجِيبُ we explain the hadith the first all of them and then also explain we will talk about we have we have we explain two class before this today the third one inshallah today the third one also the final one after this this the the final one the third one the third chapter we talk about the now before we start the new class we make flashback the last episode of the last class we what we talk about and then i need to take information take idea and then we start the the new الآلامات الساعة الصغرى يقول الله عز وجل وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجِزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ويقول الله ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يعني لا ريب فيها لا شك في وقوع الساعة أن وعد الله حق الله تعالى if he make his promise right and will be happen وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها the ساعة القيامة will come and will be happen should to be ready why Allah تعالى he disappeared ساعة حكمة أرادها الله حكمة الله عالم ولكن الله تعالى make help the mu'mineen what is the help? tell the Rasulullah صلى الله عليه وسلم more alamات alamات الساعة الصغرى والكبرى if you recite the alamات you should to be ready you should to make ibadah because maybe tomorrow you'll die and then if you're not don't have any information the sa'atul qiyamah you cannot to prepare yourself لذلك الله سبحانه وتعالى he say وأن الساعة آتية أكاد أخفيها لتوجزى كل نفس بما تسعى لتوجزى anyone how much he hard work the ibadah of the dunya we will give him pahala the akhirah we will give him the level of the jannah أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجannah ok the first hadith the last opposite we recite يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان سيكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأذناب البقر يغضون في سخط الله ويروحون في غضبه يعني أن الله تعالى غضان لأنهم يظلمون على الناس ثم يقول ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخط المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا في هذا الحديث يقول الله عز وجل أحد علامات الساعة ظلم الظالم على المظلوم ظلم الظالم على المظلوم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وفي رواية كل المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخضله ولا يحقره ولا يبع بعضكم على بيع بعض إلى آخر الحديث رسول الله يقول لا يظلمه ولا يخضله فالمسلم لا يجوز أن يظلم على أخيه لا يجوز أن يظلم على أخته لا يجوز أن يظلم على المظلومين إذا رأيت شخصا ضعيف لازم أن يأخذ بيده يرشد لأسفه الظلم حرام يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ويقول الشاعر الموفق لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم وقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم وقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر أن الظلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء إذا كان القصاص للحيوان في يوم القيامة فكيف بحال الإنسان بالتأكيد حقا يكون هناك قصاص وحقا يكون هناك رد المظالم إلى أهلها رد المظالم إلى أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم الظلمات يوم القيامة ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم فإنه تحمل فوق السحاب وفي رواية تحمل فوق الغمام اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل فوق الغمام ويقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فلابد للمؤمن أن يتقي الله عز وجل وإذا كان مقتدرا لا يظلمن على من تحت يده سواء كان سيد القوم سواء كان رئيسا للدولة سواء كان أميرا للجيش سواء كان أميرا بين الناس سواء كان سلطانا لا يجوز له أن يظلم على تحت يده لأن الله تعالى جعل الظلم حرام على نفسه وجعله بين الناس محرما فهذا أمر حرام مطلق بقوله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحدا أن يظلم على أحد لأن يوم القيامة سيؤخذ وسيقص وحقا سيقص كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا في القرآن الله تعالى سيء ولا يظلم ربك أحدا الله تعالى don't make any ظلم for anyone no ظلم for anyone الله تعالى عادل لو يدخلك الجنة يدخلك برحمته وفضله ويدخلك النار يدخلك بعدله يدخلك بعدله ويدخل المؤمن بجنته بفضله ورحمته وكرمه فلا أحد يمن على الله سبحانه وتعالى فالله تعالى عادل في أمره عادل في أمره وفي صنعه سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمت البخت المائلة ويقول الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فهنا الله سبحانه وتعالى أمر بالحجاب والحجاب هو أن يغطي الرأس ويغطي الجسد كلها لا يجوز لك أن تستر شيئا مما أمر الله تعالى بستاره لا يجوز لك أن تري شيئا لغير من ذي محرم أن تريه شيئا أو أن ترينه شيئا أن الله تعالى أمر بالحجاب في هذا الموقع كإنكشاف كشف الرأس أو كشف العورة لا يجوز لك فهنا النساء الكاسيات عاريات مميلات المائلات هن لهن حجاب هن لهن حجاب ولكن حجاب سيء حجاب أشد من عدم الحجاب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أي رؤوسهن كأسنمة الإبل كأسنمة الإبل والناقة لا يدخلن الجنة never go inside the jannah ولا يجدن ريحها they cannot feel the smell of the jannah ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرتي مئة عام sorry لتوجد من مسيرتي كذا وكذا the explainer the hadith shurrahu al-hadith they say the nisa'un كاسيات عاريات cannot feel the smell of the jannah 100 years far from the jannah cannot feel the smell of the jannah didn't go to the jannah also cannot feel why because his hijab is very bad she is hijab it's not right not right should to be hijab right أن حجاب ينبغي للمرأة المسلمة الحجاب التي ينبغي للمرأة المسلمة وفي حديث آخر من علامات الساعة يقول أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أي من علامات الساعة وتز من علامات الساعة أن يرفع العلم وفي رواية ويقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد يكون لخمسين امرأة قيم واحد وهذا الحديث أخرجه إمام البخاري ومسلم والترمذي رواه البخاري ومسلم والترمذي يقول أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أي من علامات الساعة يرفع العلم وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد رواه البخاري ومسلم والترمذي يقول يرفع العلم أو يقل العلم وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العباد وفي رواية ينتزعه من صدور العلماء إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد أو من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا I recite this hadith again should to be memorized or should to be understood inshaAllah يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد أو من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما أو مفؤول به مجهول أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا الحديث حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم what does the mean إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء يعني أن الله تعالى don't bring out your heart the ilmu you sleep alim how you wake up you become ignorant become jahil تدا no like this but how the ilm become abyss the ilm become done no anyone alim the dunya how يقبض العلم بقبض العلماء الله تعالى the علماء الربانيون العلماء الراسخون في العلم الله تعالى take mereka يعني they died they mati after mereka the علماء الذين راسخون في العلم they mati after that know anyone the real alim and then the people take one leader one alim it's ignorant فسئلوا and then people have the questions about the islam the question about the sharia about the ibadah they ask him ask the ulama فسئلوا فأفتو بغير علم the alim not alim this ignorant make fatwa بغير علم don't have you ask me the question I don't have any knowledge any information about your question I don't have any answer about your question but I answer something wrong I want just give you a question but full wrong فسئلوا فأفتو make fatwa بغير علم فضلوا وأضلوا يعني he lose the way islam and وأضلوا also you'll be lose you'll be lose the way because he guined you wrong he guined you give you information wrong this كذلك رسول الله say من علامات الساعة من أشرات الساعة أن يرفع العلم يرفع العلم يعني the علم becomes a few سكي علم majority علماء and then not علماء ربانيون علماء الراصخون في العلم don't have this علامات الساعة second one ويظهر الجهل يعني the ignorant be more any people about the شريع don't have any knowledge this ويظهر الجهل this الحمد لله now happened but will be happened this علامات الساعة ورسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله تعالى تلهيم ويظهر الجهل and then ويظهر الزنا الزنا البارات محل الرقصات مهل الفحشاء مهل الفحشاء والمنكر بكثير any city you can to find الفحشاء مهل زنا سبحان الله حتى في دولة مسلمة you can to find this وإنا لله وإنا إليه راجعون أرجو الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا فيقول صلى الله عليه وسلم ويكثر أو ويظهر الزنا more people make زنا and زنا relax look like نودوسا استغفر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون ويظهر الزنا and then وتكثر النساء ويقل الرجال the آخر الزمان the آخر الزمان will be more women more women and the people the men the rijal yani the men very sicky وتكثر النساء ويقل الرجال the people the men very sicky and then حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد 50 lima pulu woman one guy one man 50 أو lima pulu woman one man العلماء make translation the explainer this hadith they say have dua the first one the first the first the آخر الزمان will be قتل will be war will be fighting more fighting this آلامات also more fighting يقول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان تكثر الهرج قال وما الهرج قال القتل 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 يعني kill anyone he kill his brother anyone fighting another group another country and then more money for this علماء سيدي explain علماء الساعة the more young the young the men young they go to war more died and then the men very sick because they might the war they might the war fighting with enemy and then the woman be more the woman be more for this يقول صلى الله عليه وسلم تكثر النساء وياقل الرجال حتى يكون لخمسين خمسين 50 حتى يكون لخمسين امرأة خمسين لما پلو women قيم واحد one leader one person one person keeping the woman the second تفسير this حديث say the man not sick the man also more but the man real man not coward the real man sick the man he become more coward yani jaban coward yani jaban he afraid he scared anything yani not real man not strong not shuja very coward but you can find one real man 50% one the good man the strong man just one you can to find this the second explainer the hadith wallahu aalam but what is the best one explainer the first one is the best one become fighting become more and then the man more the woman become more and then 50% the woman have one person leader for America the man God knows knows with the God He said the Lord said the the God God make his hand like this the God cut the neck cut the and become والفتنة في آخر الزمان بكثرة استفادة المال the people become very rich and fighting more استفادة المال also الامات الساعة يعني the money, the anything become very much and then become fighting, become fitna, become jealous for this قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قال وما الهرج what is the hurt? قال القتل القتل killing القتل القتل and رسول الله make like this القتل القتل وهذا الحديث أخرجه رواه البخاري ومسلم رحمهم الله سبحانه وتعالى ألس من علامات الساعة يوسد الأمر إلى غير أهلها يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يوسد الأمر إلى غير أهله لا تقوم الساعة حتى يوسد الأمر إلى غير أهله وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة أي waiting for ساعة القيامة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة يعني this علامات الساعة وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعتها كيف يضاع الأمانة وكيف إضاعتها قال إسناد الأمر إلى غير أهلها يقول عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة if the amanah become lose waiting for sa'atul qiyama فانتذر الساعة قال وكيف إضاعتها يعني how he will be lose كيف إضاعتها قال إسناد الأمر إلى غير أهلها أو إسناد الأمر إلى غير أهله what does it mean إذا ضيعت الأمانة فانتذر الساعة يعني one person ignore one person ignore don't have any knowledge he become leader don't have any knowledge how he keeping the people don't have any knowledge about the human and then he become leader for people become leader for people and then he cannot to بيت المال will be lose the people become poor فقرا مسكين and then حرج the country become look like the jungle the country become look like the jungle هذا يوسد الأمر إلى غير أهله لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قالوا وكيف إضاعتها قال إسناد الأمر إلى غير أهلها أو إلى غير أهله ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويرفع الأشرار أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار what is the mean? any people he's high level ilmu high level understanding high level have power for country for human he become no anyone care about him anyone he say I don't care like this and then someone he's very broken not his level ilmu good not his level iman good not anything all of the things corruption all of the things bad but he become the leader for people سيد القوم he become سيد القوم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أشراط يعني علامات ساعة القيامة إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار الأشرار the bad people يوضع يعني down broken down يوضع الأخيار أن يرفع الأشرار وهذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في مستدركه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول صلى الله عليه وسلم تأتي على الناس سنوات خداعات تأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة قال ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة هذا الحديث ألسو أخرجه الحاكم في مستدركه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام ستأتي على الناس سنوات خداعات أو تأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قالوا ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وإنا لله وإنا إليه راجعون الرجل التافه الرجل الذي لا قدر له ولا قيمة له في المجتمع يكون سيد القوم وإنا لله وإنا إليه راجعون سيد القوم أدناهم وأبعدهم عن دين الله يكون سيدا للقوم فكيف بحال القوم إذا كان سيدهم هذا الرجل الدني هذا الرجل التافه الذي لا علم له لا بكتاب الله ولا بسنته ولا علم له بشريعة الإسلام يكون سيدا للقوم فهذه إذا وقعت اعلم أنها من علامات الساعة وأن الساعة قريب اعلم أنها من علامات الساعة وأن الساعة قريب ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من أحاديث علامات الساعة الصغرى لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة السعفة يعني الخوسة وهذا الحديث أخرجه أو رواه إمام أحمد في مسنده رواه إمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم I recite again the حديث should be in shallah memorized يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان حتى يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة رواه أحمد what does he mean he's explained يتقارب الزمان the alamات الساعة الآن وقعت you're feeling this the time very short سبحان الله yesterday he was the ramadan but 30 days ramadan habis الله أكبر how he go fast this تقارب الزمان the time very short تقارب الزمان the times be near be close last year you're feeling yesterday he was last year this alamات الساعة because the time don't have barakah the time don't have barakah also this alamات الساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم say لا تقوم الساعة حتى يتقارب التقارب يعني close this تقارب تقارب this or this تقارب this تباعد تباعد far close تقارب تقارب الزمان يعني the time be short I explain to the what say about this look like his time one day وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالْسَاعَةِ one day look like one hour one hour or between the paghi salat al-fajr until duha like this very short one hour two hours salat al-duha salat nine ten and paghi two three hours وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالْسَاعَةِ and then ساعة how much will be happen وَتَكُونَ الساعة كَاحْتِرَاقِ الساعة you take the the wood and make fire the wood be fire how much take time maybe one minute maybe 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 if you make very late one minute one hour or paghi until duha this time be don't have barakah look like your fire the the wood this process time the time become like this understand this al-an I tell you ulama what say about this hadith the first one say maybe allahu alam the time the moon and the sun al-shams wal-qamar al-qamar moon sun is al-shams sun the moon al-qamar al-shams wal-qamar yajriyan the shams yani sun and moon they will go a little faster not normally look like now they will be faster more than and then hari and malam will be fast and you're not feeling but the time becomes short this is the first some ulama say like this the second explainer al-ulama say barakatul waqt tadhabu tadhabu barakatul waqt yani the time the sun and moon same earth planet same but the time don't have barakatul qawlu jumhuru ahlil al-il majority ulama say this explainer yani the time the sun and moon same going and the earth planet same but the different the time don't have barakatul don't have barakatul allahu a'lamu bimurad rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ulse min alamati sa'a yakul sallallahu alayhi wa sallam la taqoom sa'a tu hatta yubah dajjal un kathabun qariiba min thalathin kulluhum yaz'um anna hu rasul allah waana khatam un nabiyyin la nabiy baadi rawaah muslim i recite again la they explain rasulullah sallallahu alayhi sallam he say never happen sa'at al-qiyamah except before happen something who is yubah dajjal un kathabun qariiba min thalathin close the tegap pulu buhung someone say say messenger say nabiy but they are buhung dajjal un kathabun yana extremely buhung they are buhung look like the musaylim kathab look like the musaylim kathab you know anyone he know musaylim kathab who musaylim kathab the rasulullah time he say i'm messenger look like the rasulullah sallallahu sallam rasulullah messenger i'm also messenger and then he write one letter for send for him we make cut help the arab country help for mine help for you i'm also messenger the earth planet help for you rasulullah help for mine rasulullah answer him say rasulullah the sahaba write inna l-arza l-lahi yurithu ha min yashaa min ibadih wal aqib to l-muteqeen rasulullah answer the musaylim kathab inna l-arza l-lahi the earth planet for allah s-b-chana not for rasulullah and not for anyone another inna l-arza l-lahi yurithu ha min yashaa min ibadih wal aqib to l-l-muteqeen so this alamato alamato sa happen rasulullah he was musaylim kathab also another one his name al-aswad l-an-si he was from yaman al-aswad l-an-si another one he was tuliha ibn huwailid another one he his name sajah imraatun tamimiyya min bani tamim the big the famous qabila the famous village or the famous group qabila qabila bani tamim this this woman sajah he was from america and they they he say she said i'm messenger inna l-lahi inna l-rajoon and then mukhtar ibn ubaid al-thaqafi mukhtar ibn ubaid al-thaqafi also he say the first he say ana wali ana wali and then he say i'm nabi i'm messenger hatta ulama say after that he say ana l-lahi istagfirullah ta'ala allah ma yakul al-zhalimuna uluvan kabira qul huwa allahu ahad allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah the first he say ana wali after that he have more people follow him he say ana nabi i'm messenger and then ulama say he say ana l-lahi ana l-lahi not nabi and not wali ana l-lahi allahu alam hakada the writing like this so someone he say i'm messenger rasulullah he say la nabiyya ba'di wa ana khatam i'm finally the messenger and the prophet la nabiyya ba'di no anyone after me hatta another hadith rasulullah sallallahu alayhi sallam yakul lo kan nabiyya ba'di la kan umar lo kan nabiyya ba'di la kan umar ay umar ibn khattab radiyallahu anhu if not messenger after rasulullah if was messenger he was umar radiyallahu anhu so rasulullah tell here ana khatam nabiyyin la nabiyya ba'di allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala surah al-ahzab say ma kana muhammad aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wakhatam nabiyyin wakana allahu bikull şey in alim ma kana muhammad aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wakhat man nabiyyin wakana allahu bikull şey in alim anad hadith rasulullah sallallahu aleyhi wasallam u'ti tu khamsan lam yu'tahun ahad min al anbiya qabli allah ta'ala give me five five point don't oh five chance five opportunity didn't give any messenger before mine didn't give any messenger unperfect before mine who is the five u'ti tu khamsan lam yu'tahun ahad qabli allah ta'ala give me five chance five opportunity the first u'ti tu jawami al kalim u'ti tu jawami al kalim the second one nusirtu bin robi masira ta shahra nusirtu bin robi masira ta shahra the third one who is the third one jualat liya al ardu masjida watahura fayyuma rajulun min ummeti adrakat salat fal yusali and then the fourth one what is that u'hillat liya al ghanai walam the finally one the fifth one who is i'm the finally messenger no any messenger after me no anyone after me until qiyama sa maybe you say isa alayhi salam he will detrunken alam sa al kubra insha allah we will talk about him isa alayhi salam he detrunken right but isa he pray and he make tato shari'at muhammad sallallahu alayhi wasallam tunsaku shari'at isa alayhi salam bi shari'at rasuluna sallallahu alayhi wasallam and seyyiduna isa alayhi salam he will pray behind the imam al muslimin he will pray the salat behind the imam al muslimin ala sunnati rasul allah ala shari'at islam shari'at muhammad sallallahu alayhi wasallam fa isa alayhi salam he will detrunken alamat sa'al kubra but he not the christian message not al nasara tida he will pray and he will make hukm bishar'i Allah bishar'i nabiyyna muhammad sallallahu alayhi wasallam ok i recite again rasul allah sallallahu alayhi sallam he say u'otit خمسan lam yu'otahun aahad un kabli nusirt bin ru'b masira shahra u'otit jawam al kalim u'ot 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 ختم biya nabiyyun la nabiyy anadir hadith he say ursilt ila nas kafa wa kullu nabiyy ursil ila qawm hi khas kullu nabiyy ursil ila qawm hi khas wa ursilt ila nas kafa wa u'ot t u'ot shafa'a Allah make give me maqam shafa'a yom alqiyyama give me maqam shafa'a yom alqiyama another riwaya but all of them riwaya sahih akhrajahu imam al-bukhari wa muslim this mereka hadith so this hadith alamat al-saa'a musaylim kathab and another one tigapulu person tigapulu person kulluhum yaz'um anahu nabiyy anyone he think he's messenger anyone he think he's messenger and then rasulullah say ana khatama nabiyyin la nabiyy i'm finally messenger no any messenger after me i'm finally messenger no anyone after me or after mine ok كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى يقول صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني وفي رواية من أهلي رجلا مني أو من أهلي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يواطئ اسمه اسم واسم أبيه اسم أبي أنذان يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا كما ملئت ظلما وجورا رواه أبو داود والترمذي I recite again the حديث يقول عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني وفي رواية من أهلي يعني من سلسلة رسول الله his family his أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا رواه أبو داود والترمذي I explain for you رسول الله say لو لم يبق من الدنيا if if not remaining the dunya just one day one hari لطول الله ذلك اليوم الله make long this time this day this hari make long he sent one person يبعث رجلا مني وفي رواية من أهلي من سلسلة رسول الله من سلسلة رسول الله his family يواطئ اسمه اسمي يعني this person his name say my name يعني رسول الله his name محمد his name also محمد ويواطئ اسم أبي his father name also say my father name يعني رسول الله his father name عبد الله also this person his father name عبد الله ويملأ الارض قسطا وعدلا he make the earth planet عدل justice القسط والعدل justice يعني no anyone can make ظلم for another one any ظالم he take مركا kill them حتى يكون الارض fool العدل justice fool كما مليأت ظلم وجور الدنيا fool الظلم anyone يأكل حق أخيه يظلم على أخيه يأكل حقه ويظلم عليه ويقتل الناس يقتل أخيه يقتل جاره يؤذي جاره يؤذي والديه يؤذي أبوه يؤذي أباه ويؤذي أمه ولكن سيدنا هذا الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بئثته يملأ الأرض قسطا وعدل كما مليأت ظلما وجورا وهذه الساعة ألامة كذلك من علامات الساعة في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ألس من علامات الساعة يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض يعني المال very much anyone he reach anyone have money لذلك المال فتنة قال الله سورة المنافقون سورة التغاب إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم your money وأولادكم your children فتنة والله عنده أجر نظيم والله عنده أجر نظيم المال money children all of them فتنة ويقول صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال any any messenger any nation before رسول الله any أمة أمة موسى أمة عيسى أمة إبراهيم أمة نوح عليه السلام أجمعين any messenger before mine لكل أمة have fitna my أمة رسول الله also have fitna who is the fitna أمة المال لذلك رسول الله يقول من علامات الساعة will be يكثر المال ويفيد anyone have reach anyone he will fight will be jealous his brother oh this more than me reach I want to look like him these have more than power I want to look like him and then start fighting problem this fitna لذلك المال fitna لكل أمة fitna وفتنة أمة المال and then رسول الله يقول حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلم يجد أحد يقبلها منه فلم يجد أحد يقبلها منه he want to give charity he want to give زكاة he want to pay his صدقة no anyone have poor no anyone have miskin except his صدقة no no anyone anyone not need because anyone he reach this alamat all of but that time never accept anyone he say I have money I have not need حتى يخرج بزكاة ماله فلم يقبلها أحد في الحديث فلا يجد أحد يقبلها منه أي never find someone accept his صدقة accept his زكاة المال and then رسول الله يقول حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار رواه Imam Muslim what is the mean حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار his mean the Arab normally now the Arab Saudi desert Dubai desert Bahrain desert Qatar all of the place the Iraq also desert desert not gardens and not river the big river don't have just desert and very panace right but من علامات الساعة حتى تكون أرض العرب أو في رواية حتى تعود حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار أرض the Arab place the desert the Arab Saudi and Dubai and Qatar and Bahrain this place جزيرة العرب his name جزيرة العرب will be مروجا وأنهار يعني that place become more rivers and become gardens and become jungle very beautiful this علامات ساعة will be happened العلماء say تعود الأرض أرض العرب مروجا وأنهار his name before Rasulullah the long time before he was like this because his name the Arabic تعود الأرض his name before he was but again also will be happen in the future والله العلم والحديث أخرجه إمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحد يقبلها منه وتعود أرض العرب مروجا وأنهار يعني the Arab place جزيرة العرب will be gardens will be the rivers will be jungles will be very green very beautiful رواه إمام مسلم رحمه الله okay enough إن شاء الله ألمات الساعة الصغرى done after this the next opposite or the next class we will start ألمات الساعة الكبرى ألمات الساعة الكبرى and then will be قيامة ألمات الساعة الصغرى three class we explain الحمد لله but ألمات الساعة الصغرى very much رسول الله he told but enough now if we want to make explainer more than the future إن شاء الله إن كان لنا البقاء واللقاء we will explain but now enough three class after this we will start الألمات الساعة الكبرى أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم من كل ذنب واستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل السلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين المهديين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وصل اللهم وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين استودعكم الله الذي لا تضيع ودععه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أن نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم شكرا